أفضل أنواع زراعة العدسات الذكية ثلاثية الأبعاد مجموعة مشافي أفزينا العالمية منحة أعلن في عنا صفحة رئاسة الجمهورية الطابعة لأسد بقيمة 50 ألف ليرا للمدنيين والعسكريين و40 ألف للمتقاعدين مزيعة بالأخبارية ما قدرت تتخبي فرحتها بال50 ألف وبلشت باركة العاملين معها وببرنامج تاني كمان حكولنا عن أهميتها المكرمة خلونا نشوف سوا بدي بارك لكل السوريين والشباب لكم مبسوطين أجت منحة 50 ألف للعاملين صاح عم يخبروني للشباب مبروك المنحة مبروك علينا وعليكم يعني صح ارتفع البنزين والغاز ولكن أجت منحة متابعين أكيد اللي عم نحكي بموضوعنا مبروك المنحة شكرا أنت بارك بك أهمية أصدار مثل هكذا مراسيم في هذا التوقيت الذي تشهد به سوريا تصاعد لحدة الضغوط ولسيام الاقتصادية في هذه المرحلة الحقيقة دائما يعني عوضنا السيد الرئيس على مكرماته الكثيرة والمستمرة دائما للشعب السوري وللعاملين في الدولة ولكافة شرائح المجتمع مكرمات السيد الرئيس 50 ألف ليرة سورية الدولار بالسوق السوداء شيء 4600 يعني تقريبا إلى عشر دولار إلا نطوفة صغيرة بالليلة اللي سبقت المنحة تم الإعلان عن رفع سعر البنزين الأوكتان والغاز المنزلي جرة الغاز كان حقها 3000 صارت 3850 ليرة كتار شافوا أنه هاي المنحة كانت إبرة بنج وهذا الشيء إعلام النظام حتى ما قدر يخبيه بطاعاتي تابعوا معنا قادرة على استيعاب الشارع السوري وضغط هذه الأزمة على الشارع السوري في ظل فعلا كل هذه الظروف الاقتصادية القاسية هذا كيف يمكن أن نقرأ وأي رسائل يحمل حقيقة نعم اليوم رسالة اللي عم توجهها الدولة السورية أنه هي ما عم تتخلى لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه هذا الشعب استيعاب الشارع السوري هيك أعلام السلطة بيتعاطى مع أعلام الناس وفقرهم الشعب عالي على الحكومة وكتر خير وبشار متحملكم طبعا تعليقات سورين على المنحة تراوحت بين الغضب والسخرية تعليق بيقول خلص أنا رح أخذ المنحة وروح اشتري سيارة يا الله أنتو شو شعب طميع لك هاي خمسين ألف بتعيشكوا نملوك إذا عرفتوا حطتوها بالمكان الصحيح أما يزا نعلق يعني بتعطونا خمسين ألف لشهر واحد وتدفعونا خمسمائة ألف بدالة كل شهر تعليق من سالي بيقول لمرة وحدة وبعدين منشحد لأنه على أساس هالأسعار عم ترتفع لمرة وحدة مو كل يوم بتزيد استغفر الله بس طبعا موالين أسد كمان كان قلن تعليقاتهم محمد اللي بيقول الله يعود عليه ويرزقه أصده على بشار طبعا كل قرش بعشرة بس أمتى القبض معلمي؟ تعليق آخر من سهيل بيقول مكرومة رائعة من سيد الوطن رغم هذه الصعوبات الاقتصادية وهمه على المواطن السوري والموظف بالأخص يتبصر بالخير بوجود سيد الوطن ودمت أنت وعيلتك بألف خير تعليق من ميساق بيقول نريد حركة تصحيحية بقيادتك سريعة لأنه همهم تجيش الشعب وجعله يثور بقراراتهم طبعا ميساق بدي حركة تصحيحية بزمانه حافظ أسد قبل ما ينقلب على الحكم ويصير رئيس كان الدولار بحوالي ثلاث ليرات بعد ما خلص كل حركاته التصحيحية وغيرها وصل الدولار لخمسين ليرة استلم ابنه وبدون أي حركات صار قريب خمسة ألاف أقول لكم إذا عمل حركة تصحيحية قدير رح يصير الدولار؟